لم يذقوا رؤى لم يذقوا رؤى لم يذقوا رؤى الشيخ سلطان أول قال كلمة عظيمة قال الله خلق كل شيء خلق كل شيء من أجلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى ظن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لكن للأسف أن هذه الأرض اللي نمشي عليها وهذه السماء التي نستضل بظلها وهذه الحياة اللي أعطانا الله إياها وهذه النعم إلا ما رحم ربي أصبحت تستخدم ضد الله وأصبحت تستخدم في معصية الله أصبح شبابنا بعيونهم ما نشفون إلا الأفلام والمسلسلات وأصبحوا بأذانهم لا يسمعون إلا الأغاني والملهيات وأصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون إلا بالفواحش والمنكرات وأصبحنا نبارز الله بأيدينا وأرجنا وجوالاتنا أسألك سؤال أسألك سؤال وأسأل الآلاف اللي قدامي دليل بسيط بس جوالك هذا اللي بيدك جوالك هذا اللي أعطك يا الله عز وجل وفي شريحة وفي اتصالات وفي رقم سره ما حديدري أنت مخزر رقم من ما حديدري إيش الروابط إيش الصور إيش المقاطع إيش اللي جوة هذا الجوال إلا الله أسألك بالله سؤال جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام سؤال جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام إن كنت ممن ينشر فيه الخير إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن لأن الأغاني ضد إيس الأغاني ضد إيس ضد القرآن ترسل الأغاني قدل ما ترسل القرآن ترسل صور بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب الإسلام بالجوال هذا دليل من أدلة أقسم بالله العظيم بعض الشباب يقول لك الحمد لله أنا والله أصلي وأنا 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 بس عندي مشكلة واحدة وهي مشكلة بسيطة هي مشكلة الأغاني مشكلة الأغاني هذه مشكلة بسيطة كم من شاب يتمنى يقرأ القرآن مهو قادر السبب الأغاني كم من الإنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط مهو قادر السبب الأغاني كم من الإنسان وقع في الفاحشة السبب الأغاني الأغاني ترى لها أثر خطير الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بإيش بماذا بشر الله صاحبه في صورة الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ما هو لهو الحديث يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء اشترى لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليطل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلأ عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم